مقاطعة الشام أولى محطة السباق رالي أفريكا إيكورايس داخل الأراضي الموريتانية حيث استقبل ليلة البارحة من طرف الأمير العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمد الحاجري رفقة حاكم مقاطعة الشام وعمدة المدينة ويشارك في هذه النسخة من رالي إيكورايس أزيد من 500 مشارك بـ 200 سيارة ودراجات نارية وشاحنات وطائرات صغيرة للتغطية الإعلامية وقد تجول الأمير العام الوفد المرافق له في مختلف مرافق إقامة الرالي ليستمع من القائمين عليه عن ظروف الإقامة وما تحتوي من مشاءات خدمية متنقلة والمقومات الأساسية والظروف الأمنية الأمير العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في كلمة بالمناسبة رحب بالمشاركين في هذا السباق منوها بدوله في التعريف بالبلدان التي يمر عبر أراضها وأكدا في السياق ذاته أنه سيساهم في التعريف بالتنوع الثقافي والبيئي والسياحي في المنطقة إضافة إلى إنعاش التنمية والسياحة وهو ما يجسده اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه أولويات الموسع بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادنا وعبر المشاركون في السباق عن ارتياحهم بالظروف العامة خلال الرحلة وما أحيط به من حفاوة وحسن استقبال يحصل لي الشرف أنني كانت واجد في موريتانيا أول مرة يحصل لي الشرف أنني ندخل البلد لكم كنشكركم على الاستقبال اللي درتوا لهذا الرالي واللي كلنا سهلتوا علينا المأمورية ودوزتونا من الحدود وجبتوا الناس ديالكم حتى البيفواك باش يعطيونا التأشير فعلا نيت أنا المشاركة الوحيدة المرأة الوحيدة اللي في هذا الرالي كان دون الرالي عنده 15 سنة دابا وفي الخمستاشر السنة اللي فاتت كلها عمرها ما كانت شي مرأة اللي في سيارة داست مرأة في الكاميو داست مرأة معي جوج عيالات في هذا الرالي اللي كيدروا الموتور ولكن في السيارة أنا أول وحدة نتمنى نشرف كل مرأة أفريقية عربية في هذا الرالي هذا وقد تم توفر أماكن خاصة للطيوف والتأشير سعيا إلى تقريب الخدمة منهم في هذه الصحراء جينا هون اليوم في طار إصدار تأش البيومترية للسباق الرالي أفريكا كورايس وهذا ضمن تقريب الخدمة للمواطن والأجنبي حسب تعليمات السامي رئيس الجمهورية هذه تقريب الخدمة يتعترى أن نوفر هذه الخدمة بكل تفاصيلها وتعقيداتها الفنية في الصحراء يعني إحنا نديرهم إحنا هونق في الشامي معنا في مركز ومعنا في شبكة ومع ذلك الأمور طبيعية يعني إصدار تأشرة كما لو كانت في الحضر وهم طبعا مرتاحين وعدنا لهم إن شاء الله تأشرة بشكل سهلس وسيمر وراء لأفريكا كورايس الذي دخل أراضي الوطن مساء اليوم بأربع ولاية من الوطن من ضمنها ولاية داخل تنوادبو في غضون ستة أيام وقد لقي وصوله لمقاطعة الشامي ظروفا ملائمة حسب المشاركين فيه الذين عبروا عن ارتياحهم لجو الأمن والسلام في بلادنا الشيخ الحميدي الموريتانية قطعة الشامي